من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا صباح الخير لطلبة الثانوية العامة اللي عملهم انتظروا في نتائج التوجيه وإن شاء الله أنه ستكون نتائج جميلة ومفرحة لكل الطلبة ودائما نقولها من جد وجد ومن صار على الدربي وصل الآن سنتحدث في كلية تعتبر من أقدم وأعرق وأكبر الكليات في جامعة نجاح الوطنية هي كلية الأداب في هذه الجامعة سنتعرف عليها بشكل مفصل وبعمق مع الدكتور عبدالخالق عيسى عميد كلية الأداب معنا فيه للستوديو دكتور شرفنا ويسعد صباح صباح الخيرات لكم وليستاد المشاهدين حياك الله دكتور الآن الطالب وطلاب الثانوية العامة يعني قاب قوسين أو أدنة زي ما بنحكيها من النتائج وكل منهم يغني على ليلة كل منهم يريد أنه يختار الكلية المناسبة فماذا تقول بداية لطلبة الثانوية العامة الذين يرغبون بالتوجه لكلية الأداب في البداية أقول لهم أسعد الله صباحكم نعم ونرجو لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله في الحصول على معدلات مرتفعة وفي اختيار تخصصات مناسبة وملائمة لميولهم ورغباتهم وأيضا تخصصات لها حضور في سوق العمل كلية الأداب هي كلية العلوم الإنسانية بمسماها الجديد تضم تخصصات إنسانية كثيرة تضم قسم اللغة العربية بدون تفريع لغة عربية فرعي لغة عبرية لغة عربية فرعي تربية وأيضا قسم اللغة الإنجليزية فيه برامج كثيرة منها اللغة الإنجليزية بدون تفريع اللغة الإنجليزية رئيسي فرعي فرنسي لغة الإنجليزية رئيسي فرعي تربية ولغة الإنجليزية رئيسي فرعي دراسات أمريكية ولدينا أيضا قسم التاريخ وقسم السياحة والآثار وقسم اللغة الفرنسية طبعا قسم اللغة الفرنسية أيضا فيه فرنسي بدون تفريع وفرنسي رئيسي فرعي لغة إنجليزية الحقيقة تخصصات كلية العلوم الإنسانية تخصصات مهمة جدا في الواقع الحياتي المعيش لها حضور في الواقع التعليمي نعم الآن دكتور الطالب يقول لماذا يجب أنه أختار كلية الآداب طلاب الفرع العلوم الإنسانية في الثانوية العامة نعم الآداب أو العلوم الإنسانية هي القاعدة التي بنيت عليها العلوم الطبيعية إذا عدنا إلى الماضي إلى الإغريك الحضارات الأولى المسرح والفلسفة والأفلاطون وأرستو وسكراط المعارف الإنسانية معارف مهمة تهذب البشر وتسكل عقولهم وتحفزهم على الإبداع الآن لماذا كلية العلوم الإنسانية لأنها من الكليات التي لا نستغني عنها في حياتنا فالمتخصص في فرع من فروع كلية العلوم الإنسانية يجد نفسه في مؤسسات التعليم يجد نفسه في مؤسسات الإعلام الإذاعة والتلفزيون يجد نفسه في المؤسسات الدبلوماسية في الترجمة في غيرها فكلية الآداب كلية غنية حضورها مهم جدا في واقعنا وبالتالي الذي يذهب إلى أي فرع من فروع كلية العلوم الإنسانية لا يمكن أن يجد نفسه تائها أو ضائعا في يوم من الأيام نتحدث أيضا دكتور فرعا المعدلات وأفرج المعدلات الطبيعية التي يتم قبوله في كلية العلوم الإنسانية أو كلية الأداب يبدأ القبول من 65 طبعا نأخذ حاجتنا من أكثر الأقسام التي عليها إقبال في كلية العلوم الإنسانية قسم اللغة الإنجليزية قسم اللغة الإنجليزية الحقيقة عليه إقبال شديد من الطلبة وهو قسم الآن يتوسع كثيرا فأقول للطلبة نحن نفتح أبواب الكلية للجميع كل من يرغب بالتخصص في أي برنامج من برامج الكلية ومعدل 65 فما فوق يمكن أن يتقدم إلينا دعنا أيضا نتعرف دكتور من خلالك على بنايات كلية الأداب في جامعة النجاح الوطنية كلية الأداب من أقدم كليات الجامعة وجودها يتوزع في المبنى القديم لدينا المبنى الرئيسي وهو القديم يحمل رقم 6 ولدينا مركز اللغات وهو مبنى المكتب القديم ولدينا قسم اللغة الإنجليزية في مبنى مقابل المكتبة مكتبة النجاح القديمي نعم كلية العلوم الإنسانية تخدم طلاب الجامعة بمختلف تخصصاتهم لدينا مساقات إجباري جامعة إنجليزي 101 وإنجليزي 102 وإنجليزي استدراكي نعم كل طلاب الجامعة الإنجليزية في مكان العمل لدينا مساق اللغة العربية هذا إجباري جامعة وبالتالي كلية العلوم الإنسانية تحتك بتخصصات الجامعة كلها ولنا علاقات وثيقة مع كلية العلوم كلية الاقتصاد نقدم الصحافة في عدة مساقات أيضا علاقتنا وثيقة بكلية الشريعة أيضا نقدمهم في تدريس عدة مساقات وأيضا علاقتنا وثيقة بكلية العلوم التربوية ندرس عدة مساقات في هذه الكلية وبالتالي نحن في الوسط بين التخصصات يعني اللبن الأساسي نعم طيب دكتور بالنسبة للهيئة التدريسية في كلية الأداب يعني لو نعطي للطالب أو الطالب الثانوية العامة يعني لبذة مختصرة عن هذا الكادر التدريسي الموجود في هذه الكلية نعم هيكلية الكلية الهرمية تبدأ من عميد الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية أعضاء الهيئة التدريسية معظمهم من حملة الدكتوراه وكثير منهم يحمل درجة الأستاذية يعني درجة بروفيسور والكلية الحقيقة نشيطة جدا في الأبحاث العلمية نعم كلية العلوم الإنسانية نشيطة في الأبحاث وبالتالي الكادر التعليمي كادر متجدد يمتلك عقلية واعية أهم شيء روحي تحترم الطلبة تحترم إبداعاتهم تحترم تفكيرهم تحترم ميولهم ورغباتهم وبالتالي يستطيع الطالب الجديد أن يدخل الكلية بأريحية بدون الشعور بأي ضيق أو بوجود حواجز كبيرة بين الطالب والمدرس الجامعي طبعا هذه من الأمور ضرورية دكتور أنه يكون هناك روحي التعاون ما بين الكادر التدريسي والطالب في أي كلية ليس فقط في كلية الأدام ماذا تقول في هذا المجال هذا أمر مهم جدا يجب أن يدخل الطالب إلى القاعة وهو مرتاح طبعا لا أن يدخل وهو يحمل رهبة أنا لا أتفاخر بما عندنا في الكلية لكن بموضوعية أقول كثير من طلابنا في الكلية نهضوا بسبب دعم المدرسين بعضهم أنجز أبحاثا ونشرت في مجلات علمية محكمة تابعناهم ونشرنا لهم أبحاثهم بعضهم أرسل الاستكمال لدرجة الماجستير والدكتوراه لأن المدرسين اكتشفوا ما عندهم من قدرات وإبداعات بعضهم شاركوا في مصابقات عربية ووطنية وعالمية وحصلوا على جوائز مهمة فبالتالي نحن نبحث عن روح الإبداع عند الطالب ونحترم جرأته بالنسبة للأمور العملية كيف يتم تطبيق الأمور العملية على أرض الواقع خلال مرحلة الدراسة في هذه الكلية كل قسم له طبيعته لكن معظم الأقسام تشترك في وجود مصاقات عملية تتابع في سوق العمل يعني هناك مثلا مصاق التدريب العملي في المدارس يسجل الطالب المصاق وهناك مدرس يتابعه يتابع أداؤه في المدرسة هناك مشاريع تخرج عملية أحيانا حتى قبل أيام في قسم اللغة الإنجليزية كان ضمن مشاريع التخرج إنجاز مصرحيتين جميل جدا إنجاز مصرحيتين وأظن أن تلفزيون النجاح فضائية النجاح بثت هاتين المصرحيتين وبالتالي نركز على الجانب العملي يعني باختصار مشاهدين الكرام وطلاب الثانوية العامة كلية الأداب لكل من يطمح بأن يدرس في كافة أقسامها التي ذكرها الدكتور عبدالخالق عيسى طبعا بدأت شكره على وجوده معنا في هذا الصباح دكتور يسعد صباحك ومنتشكرك وإن شاء الله كل التوفيق لك ولكلية الأدابة في جامعة النجاح وأنا أشكر فضائية النجاح وأسمح لي أخيرا أن أبارك للطالب معتصم غوادره من قسم اللغة العربية حصوله على مرتبة الأول على تخصصات الجامعة كلها للعام 2017-2018 ونحن أيضا نبارك للطالب إن شاء الله مشاهدين الكرام بأن نرى الطلاب في أعلى المراكز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر